قلعة عجلون قلعة عجلون هي المعلم الأثري والسياحي الأبرز في محافظة عجلون وعلى مستوى المملكة أيضا قلعة عجلون بنيت في العام 1184 بإعاز من صلاح الدين الأيوبي حيث أوعز للقائد عز الدين أسامة باختيار مكان مناسب لبناء هذه القلعة لقد تم مؤخرا اعتماد هذه القلعة ضمن قائمة التراث العالمي الإسلامي هذا شيء هام ولعل هذا الموقع هو الموقع الوحيد في الأردن لغاية الآن الذي تم تسجيله وتعتبر قلعة عجلون التي صمدت أمام الضواهر الطبيعية محافظة على أجزائها الكاملة رغم مرور مئات السنوات وهي نموذجا حيا للعبقرية الهندسية العسكرية الإسلامية فضلا عن بواباتها المحصنة وأبراجها العالية التي كانت تشكل موقعا فريدا للمراقبة والاستكشاف والدفاع وتكثر داخلها آبار المياه ومن أبراجها العالية تطل على وادي الأردن ومرتفعات القدس وسلسلة جبال سورية ومن بينها جبل الشيخ الذي يكسوه الثلجة طوال العام يعني عجلون منطقة معروفة إلي كأردنية بس يمكن أولادي ما زاروها من قبل فحبت أجيبهم يتفرجوا على معالم وطنهم الحلوة وسمعة الأردن طبعا برا البلد معروفة وكل الناس يعني حتى بالبلد اللي أنا مقيمة فيها سمعة الأردن كتير حلوة سياحيا تمثل قلعة عجلون قيمة تاريخية إسلامية وعسكرية ثريدة حيث بنيت في العام 1184 ميلادية على يد القائد عز الدين أسامة أحد قادة جيوش صلاح الدين الأيوبي على قمة جبل بني عوف كنقطة مراقبة لتحركات جيوش الفرنجة وحماية لطرق التجارة بين الأردن وبلاد الشام ولتكون نقطة ارتكاز لحماية المنطقة والحفاظ على خطوط المواصلات وطرق الحج بين بلاد الشام والحجاز ترجمة نانسي قنقر